لن يبقى جثمان واحد وسط الحطام الذي خلفته الطائرة في تلك الصحراء الرئيس الفرنسي فرانسوان أولوند تعهد بأن تعاد جثامين الركاب إلى فرنسا الطائرة المنكوبة كانت تحلق فوق مالي قادمة بوركينا فاسو في طريقها إلى الجزائر وصلت تلك الفرق لتحقق في الحادث الذي راح ضحيته 118 مسافراً أغلبهم من الفرنسيين وأمنت قوات حفظ السلام التابعة الأمم المتحدة موقع الحادث بالاشتراك مع القوات العسكرية الفرنسية ووجدت القوات صندوقين أسودين يعودان للطائرة وستستخدمهما فرق التحقيق للكشف عن ملبسات الحادث الذي يعتقد أن التقص السيء هو السبب وراؤه فرنسوان أولوند تعهد عند لقائه أقارب الضحايا بإجراء التحقيق أصعب ما نقشناه هو كيفية التعرف على هوية الضحايا لإحضار جثامينهم لقد قررت إعطاء فرق التحقيق هناك مزيداً من الوقت حتى تتمكن من إنجاز عملها وسنحضر رفاة جميع الضحايا في أقرب وقت ممكن بعد نقل الجثامين سيتم إحياء ذكرى الضحايا هنا الجزائر أعلنت الحداد ثلاثة أيام على القتلى وستعلن فرنسا الحداد أيضاً بدء من الاثنين منكسة الأعلام احتراماً لذكرى من فقدوا حياتهم على متن تلك الطائرة ترجمة نانسي قنقر